تطورات الوضع بين بيونج يونج من جهة وواشنطن وصول من جهة أخرى لا تنبئ بخير كوريا الشمالية تعدت خطا أحمر آخر وانتقلت إلى مرحلة جديدة من الاستفزازات بإعلانها الخميس المصادقة على خطة لشن عمليات عسكرية ضد الولايات المتحدة تتضمن احتمال توجيه ضربات نووية مصادر في الاستخبارات العسكرية أكدت أن الشمال نشر أيضا على سواحله الشرقية بطارية صواريخ متوسطة المدى كما قالت إن بيونج يونج قد تطلق صاروخا في الخامس عشر من الشهر الجاري ذكرى ولادة مؤسس النظام الشيوعي كيم أيل سونج الذي توفي عام أربعة وتسعين واشنطن ردت على ما اعتبرته استفزازا جديدا يزيد من عزلة كوريا الشمالية دعية إياها إلى الكف عن تهديداتها وأن تلتزم بوعودها الدولية لديهم القدرة النموية ولديهم وسائل صاروخية لنقلها وصعدوا من لهجتهم وإجراءاتهم تجاه حلفائنا في كوريا الجنوبية واليابان وضد الولايات المتحدة نفسه الخطأ يقع مرة واحدة ولا أريد أن أكون وزير الدفاع الذي أخطأ سول من جهتها أعلنت استعدادها لرد على أي هجوم عسكري عليها نحن نراقب كوريا الشمالية عن كثب كما قلت سابقا لم نرى حتى الآن بوادر حرب شاملة لكننا نعتبر التهديدات جدية ونحن مستعدون للرد عليها بيونج يونج هددت بضرب غوام هواي وهي قادرة على ضرب كوريا الجنوبية حيث يوجد ما يقارب 30 ألف جندي أمريكية وكذلك اليابان حيث ينشر الأمريكيون 50 ألف عسكري غير أنها وبالرغم من إتمامها عملية إطلاق صاروخ ناجحة في كانون الأول ديسمبر إلا أن كوريا الشمالية لا تعتبر في الوقت الحاضر قادرة على ضرب الأراضي الأمريكية مباشرة ردات الفعل تتالت أيضا على الصعيد الدولية توكيو من جهتها شددت على ضرورة احترام الاتفاقية الدولية لن تستجيب اليابان للاستفزازات من قبل كوريا الشمالية وستواصل عمل جنبا إلى جنب مع الدول المعنية والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي نقول ونقول بقوة لكوريا الشمالية إنه ليس من مصلحتها أن تتخذ المزيد من الإجراءات الاستفزازية روسيا دانت بشدة وقالت إن بيونج يونج تبدي ازدراء مرفوضا جملة وتفصيلا لقرارات الأمم المتحدة وعربت عن قلق شديد إزاء الوضع القابل للانفجار بالقرب من حدودها الشرقية نحن على ثقة بأن الطريقة إلى حل القضية في الجزء الشمالي الشرقي من آسيا لا يكمن في تصعيد الخطاب والنشاط العسكري ولكن في بحث مشترك للحفاظ على الوضع ديبلوماسيا هذه هي مهمتنا والمسؤولية تقوى على كل دول المنطقة أما بريطانيا فقد صرح رئيس وزرائها ديفيد كاميرون في إحدى الصحف أن النظام الذي يصعب التنبؤ به والعدواني في كوريا الشمالية أجرى مؤخرا تجربته النووية الثالثة وقد يكون يمتلك بالفعل ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع أكثر من 12 سلاحا نوويا يأتي هذا بعد إعلان الشمال استئناف العمل في محطة يونج بيون المتوقفة منذ 2007 لإعادة تشغيل المفاعل النووي في هذه المحطة كما منعت كوريا الشمالية الخميس لليوم الثاني على التوالي مئات الموظفين الكوريين الجنوبيين من التوجه إلى مجمع كايسونغ الصناعي المشترك بين البلدين وهددت بسحب عمالها من هذا الموقع الذي يعتبر رمزا للتقارب بين الجارتين سوفيان ثابت بي بي سي